على استمراركم في توثيق هذا الهجوم الهمجي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هذا أمر هام جدا أهنئكم عليه أما بالنسبة إلى إعادة المفاوضات استعادة المفاوضات هناك نوعين من المفاوضات يجريان حاليا هناك المفاوضات التي ستجري في القاهرة من أجل إطلاق سراح رهائن وتحقيق بعض وقف إطلاق نار في الوقت الحاضر وهناك طبعا المفاوضات التي ستجري في واشنطن ربما اعتبارا من يوم الاثنين إذا يأتي وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون دورمر لكي يقوم بالتفاوض البحث مع الولايات المتحدة مع نظرائه الأمريكيين بالنسبة إلى ما يمكن أن يكون مستقبل رفح في هذه الأجواء الحالية يعني نأمل أن يؤدي الآن نسمع بعض التفاؤل في هذا الموضوع ولكن بالنسبة إلي أنا شخصيا ليس لدي إطلاقا أي ثقة بنتنياهو لأنه ليس له مصلحة بأي هدنة مصلحته الوحيدة تقضي بأن تستمر الحرب أي وقت أطول من ذلك لكي يبقى هو في الحكم لأن انتهاء الحرب يعني انتهاء حياته السياسية عودت المحاكمات إليه ربما أيضا محاسبته على ما حصل في السابع من أكتوبر الهجوم الذي قامت به حركة حماس ومن المسؤول عن هذه الهفوة الأمنية الكبرى ولكلها أمور تجعلني أعتقد أن نتنياهو ليس من مصلحته الشخصية لأنه هو يضع مصلحته الشخصية قبل كل شيء ليس من مصلحته الشخصية أن تحصل أية هدنة ربما سيتأخر بالنسبة إلى هجوم رفح لأنه لكي يطيل المدة ويطيل مدة بقائه ويستمر في التهديد من هنا وهناك ولكي تبقى الولايات المتحدة تطالبه بهذا وبذاك ويبقى له نوع من الأهمية ولكن لا أعتقد أن ذلك سيحصل في المستقبل القريب لا وقف إطلاق نار ولا هدنة بين حماس وإسرائيل هذا رأيي الشخصي عفوا إدارة بايدن تعي هذه المعضلة وتعلم جيدا أن نتنياهو لا يبحث إلا عن مصلحته الشخصية والهروب من المأزق الذي وضع فيه فلماذا تصمت إدارة بايدن رغم أن هذه الحرب قد تكلفها الكثير لسيما على صعيد الانتخابات المقبلة نعم إدارة بايدن عندها كثير من التناقضات في هذا الموضوع هي من جهة تطالب إسرائيل بالسماح بمرور المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية وتتحدث أيضا عن حماية المدنيين وغير ذلك من الأمور ومن جهة دانية توافق على إرسال إلى إسرائيل 25 طائرة F-35 وهي المقاتلات المتطورة جدا جدا وكمية هائلة من الذخائر والمتفجرات الضخمة جدا التي تزين كل واحدة منها ألف كيلو جرام أي طن هذه أمور غير مفهومة عند الإدارة يحاول الرئيس بايدن أن يرضي الفريقين الفريق الإسرائيلي المتشدد من جهة ومن جهة ثانية الفريق العربي الذي بدأ يبتعد عنه بقوة وبوضوح بالنسبة إلى الانتخابات القادمة وأعتقد أنا أنه إذا لم يغير مساره فإنه لن يستطيع أن يرضي أي من الفريقين يهمه كثيرا أمر اللوبي الإسرائيلي القوي بالنسبة إلى تمويل حملته الانتخابية ودعمه انتخابيا لأن لهذا اللوبي بعض التأثير الذي لا بأس به على الأرض ومن جهة ثانية يهمه أن لا يبتعد عنه العرب الأمريكيين لأن ذلك لأنهم أقوياء فيما يعرف بالولايات المتأرجحة التي ربما تميل من هذه الناحية أو من تلك الناحية وفي الانتخابات الماضية عام 2020 الولاية المتأرجحة الأكبر والأم ميشيغان مالت بالنسبة إلى تأييد الرئيس بايدن في الانتخابات الماضية بفضل الموقف العربي لأنهم كانوا قد خاب أملهم من الرئيس السابق ترامب والآن خاب أملهم مجددا من الرئيس بايدن ولذلك ابتعدوا عنه بشكل واضح المعضلة سيتسفير هنا أن الجانب العربي أصبح مخيرا بين أمرين أحلهما مر فإما بايدن وإما ترامب وترامب ربما يكون أكثر تطرفا تجاه إسرائيل من بايدن فكيف سيتصرف الجانب العربي وكيف يمكن أن يضغط في ظل قوة اللوبي اليهودي أو الصهيوني كما تفضلت؟ نعم هذا ما يعتمد عليها الآن الرئيس بايدن وحملته الانتخابية تحاول أن تقنع العرب الأمريكيين بأن في حال عدم تصويتهم لبايدن طبعا هم لن يصوتوا لترامب إطلاقا فإن عدم التصويت لبايدن سيؤدي بالنتيجة إلى مكسب للرئيس السابق ترامب وهذا لا يريدونه لأن بايدن سيء جدا بالنسبة إلى العرب في إسرائيل ولكن ترامب حتى أسوأ منه يذكرون جيدا وكلنا نذكر كيف أخذ كل شيء من الفلسطينيين وأعطى كل شيء إلى الإسرائيليين بما في ذلك هضبت الجولان السورية التي قال عنها أنها أراضي إسرائيلية ألغى ما كان يعرف بحل الدولتين وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود بالنسبة إليه أي أنه فعلا غير مقتول إطلاقا عربيا من هذه الناحية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية ولكن بايدن أعاد موضوع حل الدولتين الآن يتحدث أكثر وأكثر عن إقامة دولة فلسطينية هذا أمر إلى حد ما إيجابي ولكن طالما أنه لم يقم بخطوات عملية من جهة في الضغط على نتنياهو لإيقاف الحرب وتحقيق فقف إطلاق النار والبدء بتشكيل وفد للنسبة إلى الحديث عن والتحرك لجهة إقامة دولة فلسطينية وربما إذا اعترف بدولة فلسطينية منذ الآن يستطيع أن يفعل ذلك هو عندئذ ربما تتحسن ظروفه مع العرب الأمريكيين ويصبح حظه أوفر بالنسبة إلى ولايات مثل ولاية ميشيغان التي تعد هامة جدا في الانتخابات القادمة الجانب العربي الرسمي وأعني به الدول العربية هنا ما الواجب الذي تحتم أن تقوم به في مثل هذه الظروف من ضرورة الضغط على الولايات المتحدة بالتحديد لتغيير موقفها يعني اسمح لي أن أقول لك بصراحة ثامة أن موضوع اتفاقات أبرهام التي أدت إلى عقد اتفاقات وعلاقات ديبلوماسية بين إسرائيل وأربع دول عربية تعلق عليها الولايات المتحدة أهمية كبرى وكذلك إسرائيل وأنا ما لا أفهمه وهنا أود أن أكون صريحا هو كيف أن هذه الدول حتى الآن لم تقم بمجرد تهديد إسرائيل بصحب سفيرها وإرسال السفير الإسرائيلي إلى بلاده هذا أمر بديهي وهم جدا ولا أستطيع أن أفهم كيف تقوم إسرائيل بكل هذه الأعمال وتبقى الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل منذ أربع أو خمس سنوات في العام 2018 و2019 كيف هذه الدول لم تحرك ساكنا بالنسبة إلى أقلا تجميد هذه العلاقات أو تعليقها لإعطاء رسالة واضحة إلى إسرائيل لأن هذه خطوة أولى وفي حال استمرت إسرائيل بهجومها الوحشي على الشعب الفلطيني فإن اتفاقات أبرهام ستنتهي وهذا ما فعلا المملكة العربية السعودية قامت بأمر جيد إذ أوقفت المفاوضات التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة مع المملكة من أجل تحقيق اتفاق جديد بينها وبين إسرائيل وأرجو وأتمنى أن نرى بعض المواقف من الدول الأربع التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل هذا قد يؤدي إلى ضغط على الولايات المتحدة لأنها تعلق أهمية كبرى على هذا الموضوع وتود حتى توسيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي وإدماجها وهذا ما تشجع إسرائيل الولايات المتحدة عليه تستعمل ذلك كآلة ضغط ولكن ليست آلة ضغط فعلية في الوقت الحاضر على إسرائيل